الحديث أكثر عن هذا الموضوع يحضر معنا في الأستوديو المختص في أشؤون المالية نبيل الجمعة صباحك سعيدة سيدي و أهلا بك شكرا على الاستدافة صباح الخير صباح نور بداية سيدي عرفت الأيام الماضية جدل كبير بخصوص تراكم الديون المقاولين على الحكومة ما هو تعليقكم؟ شوفي بالنسبة حنا كنا تكلمنا عن نظام المالي في الجزائر وطيرة تزديد تحادل المؤسسات نشوفه هناك قانون جديد لخرجتع الصفاقات العمومية وكان صرح وزير الأول بإعانة المؤسسات خاصة العمومية والخاصة في جانب التزديد اليوم نلاحظ أن وطيرة التزديد راح تفلس الشركات الجزائرية ونشوفه بالنظام المالي في الجزائر الحالي نظام قديم ورح يأثر على الشئ وكان منافسة غير شرعية شوفي المؤسسات الدولية اللي تخدم في الساكن في الجزائر غير تدي المناقصة الدولة تحططيها تصريح دعم بنفس المبلغ تحالي المشروع غير تحططي لها الجزائر المشروع تروح تقدم البنوك تحططي لها الأموال وإحنا نشوفه بالليك كي مؤسسة جزائرية تأخذ مشروع مناقصة كي تبدأ تعمل ما كاش تدعيم ما كاش الأخر وما يزيز يدي يخدم بالأموال تاعه وما يسدولوش بعد عامين ولا ثلاثة هذا وش يدي النظام المالي الحالي راح وش يدير راح يحطم الاقتصاد الجزائري والمؤسسات الجزائرية تعد ساكن وتعد تشغيل وتعوي اليوم يقولك مؤسسات جزائرية يقولك ما عندهاش المستوى النظام المالي غير عقلاني وغير ما فيهش المعايير الدولية لازم نروحوا المعايير الدولية لهذه شركة المنجزة باش نعاونوها وندعموها هي 12 مليار دينار يرى فيها جمعية العامة للمقاولين الجزائريين انها غير كافية ليضخ بها صندوق السكن غير كافية وشفنا تصريحة القرد الشعبي الجزائري قالك سنخصص هذه الأموال غير مخصصة الآن ما طوهاش المقاولين كانوا كي سمعوا التصريحة بتاع الوزير السكن قالك بالنظام المالي ووزير المالية والخزينة والبنوك لا تؤدي الدورتها خاف القرد الشعبي صرح قالك في الجاردة سنخصص هذه الأموال لم تدخل لهذا احنا نلاحظ أن هناك عجز وتدبدب في النظام المالي لازم نعود ونشوف النظام المالي ونشوف تدعيم هذه الشركات الجزائرية الكبرى باش ما نديرو لهاش واش رانا نديرو احنا نديرو لها كونكيرونس دلوايا نعاونوا الآن جانب ونخلوا المؤسسات الكبرى الجزائرية تنهر طيب أستاذ قلت أنه ستخصص لو احتمال أنها خصصت هذه الأموال ستكون لقطاع السكن ماذا عن الأشغال العمومية؟ شو في قطع السكن والأشغال العمومية في الجزائر في السنة يمثلو خمسين مليار دولار واش معنى تها طناش مليار دينار ما تلحقش حتى واحد بالمئة من المصروفات تع السكن والأشغال العمومية لهذا نقول القرد الشعبي الجزائري هذه تصريحات غير مبررة غير مبررة في الاقتصاد نحن يكون مشكل كما هذا في الدول المتطورة واش يديرو؟ يديرو اجتماع وزاري خطير خطر شركات راح تفلس عمومية وخاصة يديرو اجتماع وزاري عاجل باش يحلوا هذه المشكل لأن هذه المشكل مشكل سياسة نقدية وعندنا احنا مجلس مجلس النقد والقرد ليفهموا حافظ بنك الجزائر رأوا ساكت لماذا لا نشوفوش تدخلات باش ينحو هذه المشكل خطر هذه المشكل يخص الشركات الجزائرية اللي ينسحقوها اليوم عندنا مليون شركة في الجزائر لو كان نفلسو خمسمائة ألف شركة أتولي عندنا مشكل في الاقتصاد الجزائري ونقولون نتبعو نديرو التابعية للخارج طيق يعني أنت ترى أنه هي ستتحول إلى ذلك بالإفلاس على مختلف الشركات لو كان ما تسدي لهمش الأموال تحمو ما حطوا وقع الأموال في المشاريع والمشاريع قال لك كان مشاريع 20 ألف ولا 170 ألف وحدة سكنية رأيه ب60% الإنتاج تحها ما زالها 40% تحق أموال دخل أموال لازم سياسة النقدية الجزائرية تدخل بسرعة الحكومة تدخل بسرعة باش تطيلهم الأموال باش هذ المشاريع ما ينهروش والمؤسسات هذه ما تفلش لازم تدخل سريع طيب لو نقول أن الأزمة الاقتصادية الجزائر الفلية الجزائر عادت بالمشاكل على مختلف المشاريع في مختلف القطاعات كيف للحكومة اليوم أن تجابه هذه المشاكل الحكومة شوفي لازم تدخل الحكومة الجزائرية القوانين الجزائرية المؤسسات الجزائرية مؤطرة نحن نحن نلاحظ مرافقة والدعم للمؤسسات كذلك يلعب دور شوفي بقانون شوفنا قانون تعلمون قاصة الجديد اللي داروها رقم 15 2015 داروا وزير الأول داروا داروا برنامج باش يعاونوا المؤسسات الخاصة والعمومية لكن تطبيق الفعلي غير موجود كان غير الكلام نحن مدى بنا نروحوا للتطبيق السريع رقم نضيئه في الوقت من 2015 خرج قانون الصفاقات قال لك مدي 30% من الصفاقات للشركات العمومية كي تمدي لها 30% وما تدري لهاش الدعم والمرافقة وتزدي تدري لها مشكلة تعال تزديد ناس المقاولين جزارينا يخدموا من جيابهم لازم تعاونيه الدولة تعاونوا شوفي انت هي الأطراق شوفي الفرنسيين شوفي الإيطاليين كي يدري مشروع الدولة تعاون ترافقوا ودعموا نحن ما كان نموا رفقان ندعم لهذا دخل الشركات هذه رح تنهاروا رح تفلس لو كان ما تدخلش الدولة كما بيواطرة سريعة في التزديد الأشغال تحهم نواصل أستاذ نبيل الجمعة نقاشنا عن